في إطار مواصلة مشاريع التهويد في مدينة القدس المحتلة رصدت حكومة الاحتلال قرابة 200 مليون دولار لدعم بلدية الاحتلال والتي بدورها ستنفذ مشاريع تخدم الاستثناء وتعمل على رفع مستوى المستوطنين اقتصادياً في القدس المحتلة المزيد في التقرير التالي نحو تثبيت تجذرهم غير الشرعي في المدينة المقدسية قررت حكومة الاحتلال تخصيص 700 مليون شيكل لبلدية الاحتلال دعماً للمشاريع التهويدية المختلفة التي تقوم بها فهدف هذه الأموال وبحسب تصريح وزير شؤون القدس في حكومة الاحتلال أن تبقى القدس عاصمة أبدية لإسرائيل هناك ما يمكن أن نسميه مناورات بالذخيرة الحية المدينة تتعرض لاحتلال عسكري ومواجهة مع مصير حتمي يومي وهو أن تغرق هذه المدينة بهذه المشاريع العملاقة وبهذا الاستيطان الدموي وبالتالي يصبح من المستحيل تقسيمها ومن المستحيل يعني اقتطاع جزء منها ليصبح عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة وبالتالي يتحقق حلم نتنياهو ومنظماته اليمينية المتطرفة التي تتحدث عن أورشاليم عاصمة الدولة اليهودية شاء من شاء وأبا من أبا الاتفاقية هذه ستعمل على توسيع الفجوة بين القدس الغربية والشرقية فعلى مر السنين وبخطة مدروسة عملت حكومة الاحتلال على تطوير القدس الغربية التي استوطنها اليهود بشكل ينافس أكثر البلدان تطورا مع إهمالهم المقصود في الجانب الشرقي للقدس ليكون متسخا وذات بنية تحتية ضعيفة غير مؤهلا للحياة الإنسانية الزائر الأجنبي عندما يزور المدينة ويلحظ مثل هذه الفروقات ما بين منطقة مطورة وراقية ومنطقة متهالكة وفقيرة ومتروكة بهذا الشكل يقول نعم الاحتلال أحق بهذه المدينة من هذه الجموع العربية التي تركت مدينتها تهلك بهذا الشكل لهذا السبب يكسب الاحتلال مرتان مرة أنه طور أحياءه ومرة أنه وجه ضربة في الصميم للقدرات العربية والقدرات الفلسطينية التي تركت مدينة القدس على النحو الذي هي فيه الآن متهالكة ضعيفة فقيرة في الوقت الذي تم تخصيص جزء من هذه الأموال لدعم التاجر الإسرائيلي يتعرض المقدسيون لهجمة غير مسبوقة ف83% من سكان القدس تحت خط الفقر و28% منهم اضطروا إلى إغلاق محالهم التجارية لعدم وجود ميزانية تدعمهم لكن وبالرغم من ذلك لم يستسلم صمودهم ولن يتركوا مدينتهم لقمة سائغة سهلة للمستوطنين آية الخطيب رؤيا